أفاد مراسل حلب اليوم بأن الستة مدنيين بينهم امرأتان استشهدوا وأصيب آخرون صباحا اليوم الخميس نتيجة قصف استهدف عدة مناطق في غوطة دمشق الشرقية وأضاف مراسلنا أن اشتباكات عنيفة دارت على جبهتي كرم الرصاص والمحمدية في محاولة لقوات النظام اقتحام المنطقة كما صدى الثوار في منطقة وادي بردة محاولة قوات النظام وميليشياته اقتحام قرية أبو هريرة وقال ناشطون إن أكثر من ثلاثين عصر لنظام وميليشياته بينهم أربعة عناصر من حزب الله قتلوا خلال المعارك ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ريف دمشق مراسلنا منصور أبو الخير منصور لو تطلعنا بداية على آخر تطورات المعارك في الغوطة الشرقية التي كانت إلى فترة قريبة هادئة نسبيا نعم غنا بالفعل الاشتباكات لم تتوقع فلم تكن هادئة نسبيا الاشتباكات كانت مستمرة منذ سقوط جنوب الغوطة الشرقية وحتى هذه اللحظة النظام عندما يستطيع السيطرة على منطقة ينتقل إلى منطقة أخرى لبسط سيطرته عليها كما شاهدنا في منطقة البحارية وميدع النظام مستمر في اشتباكاته ومستمر في محاولات التقدم على عدة جبهات طبعا اليوم أو الأمس مساءا حاولت تقدم على جبهة دونة على جبهة كرم أرصاص وأستاذ دمشق حبس الدولي أيضا حول التقدم من جهة المحمدية في المخاولة لتشتيت أنظار المجاهدين أو لإبعادهم عن الذي يحاول التقدم منها وهي حوش الفارة جبهة حوش الفارة هي المعركة المختدمة بين السوار وعناصر النظام منذ عدة أيام منذ سقوط بلدة ميدعا ومنذ محاولات التقدم إلى الميدعاني وحاول الآن النظام التقدم على بلدة حوش الفارة لبسط السيطرة والتقدم أكثر في عمق الغوطة نعم طيب مانسور ما هي المناطق التي تعرضت للقصف الغوطة الشرقية وعن ماذا أسفرت؟ نعم أغلب مناطق الغوطة الشرقية تتعرض لقصف الأمس بيت السوا واجسرين وحرستة ودومة واليوم منذ الصباح الريحان والشيفونية ومنطقة الأحواش في منطقة المرج كلها تتعرض لقصف مدفعي وجوي بالإضافة لصواريخ الأرض الأرض أكثر من عشرين غارة جوية استهدفت بلدة الريحان بالإضافة للشيفونية ومنطقة الأحواش ارتقى على أثر هذا القصف ست شهداء بينهم امرأتين كان منهم اثنين في حوش نصري واثنين في الريحان بالإضافة أيضا إلى قصف مدفعي الأمس استعرضت لها مدينة الدومة وجسرين ارتقى أثر هذا القصف الأمس شهيد في مدينة الدومة وشهيدين في بلدة جسرين طبعا القصف لم يتوقف على مدن الغوطة الشرقية منذ صوت جنوب دمشق جنوب الغوطة القصف مستمر ولكن الآن تكثف هذا القصف على الأحياء المدنية والأحياء السكنية طبعا منذ هدنة الشهر الثالث إلى الآن لم تشهد الغوطة الشرقية مثل هذا القصف الجنوني على الأحياء السكنية والمدنية منصور بالنسبة لجبهة قرية هريرة يعني ماذا عن تفاصيل المعارك هناك وعن ماذا أسفرت تلك المعارك نعم الأمس حاولت قوات النظام اقتحام البلدة بلدة هريرة وتصدى لها الثوار هناك ورأة البلدة مما أدى لقتل 12 عنصر لقوات النظام مع تدمير عربية بي ام بي وسيارة بي كاب عسكرية لقوات النظام طبعا الهجوم كان مشترك بين قوات النظام وعناصر من حزب الله مقاومة عنيفة شهدتها البلدة من قبل الثوار للتصدي لهذا الهجوم استطاع الثوار التصدي له طبعا هذا الهجوم يعتبر هو أيضا لفصل مناطق الغوطة أو مناطق الريف الدمشقي هذه المنطقة التي تقع في وادي بردة هي تفصل مناطق الزبداني والوادي عن مناطق جرود القلمون الغربي طبعا الاشتباكات هي غير مسبوقة كانت على هذه البلدة الآن الأجواء هذه في تلك البلدة بعد هذه الاشتباكات نعم شكرا لك منصور أبو الخير مراسلنا في ريف دمشق